نائب محمد أبو العنين يخوض هذه الانتخابات كمستقل مقعد فردي جيزة الدقي العجوزة هذه هي الدائرة نائب محمد أبو العنين نهارده بيوجه أول رسالة للأهالي أهالي الدائرة الجيزة الدقي العجوزة قبل ما نروح يمكن وإحنا بنتكلم على هذه الرسالة أتكلم على جزء مهم شكل واضح جوالات مكوكية من شرقا وغربا بعد ثورة 30 يونيو لقاءات معه في الأمم المتحدة لقاءات في الاتحاد الأوروبي لقاءات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في المجلس الأوروبي عدد كبير في الكونجرس الأمريكي في لقاءات مع كبار الشخصيات العامة الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط في مناكو هنا مع بنكيمون الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت ولقاءات عديدة مع عدد لقاء اليوم ده قاعد خمس سيام يعني وقف هنا يوسف ارجع اللقطة ارجع قبل ما نروح للمجلس الوطن لأنه كنا موجودين في 2018 في واشنطن في اجتماعات المجلس الوطن لعلاقات العربية الأمريكية كنا موجودين وحضرين هذه اللقاءات ارجع لي اللقاءات لأمم المتحدة لو سمحت عشان عايزة اتكلم عليها اللقاءات لا لقاءات لأمم المتحدة لأمم المتحدة ارجع كده عشان ايه نوضح بعض النقاط المهمة لأمم المتحدة في سبتمبر 2013 تاني بتكلم سبتمبر 2013 يعني بعد الثورة على طول بثلاث شهور اقل موجود في اجتماعات الامم المتحدة ثم لقاء خمس سيام نشوف بان كيمون مع بان كيمون كان في ذلك الوقت لقدام حضراتكو نقف هنا نقف هنا الامين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت استاذ محمد ابو العنين قعد خمس سيام عشان يكا حاجة واحدة ما عندوش حاجة غيرها ثورة 30 يونيون تاني بقول ثورة 30 يونيون اجتمع في 11 اجتماع مع 11 لجنة في الامم المتحدة مش بتكلم على لجنة بتكلم على 11 لجنة في 11 اجتماع داخل مبنى الامم المتحدة في نيويورك ايضا بيتكلم على ايه على ثورة 30 يونيون ما كانت الدنيا ايه مغلوطة كل كله كان تنظيم الاخوال الارهابي مع القطرين مع الاتراك عاملين حملة رهيبة ضد مصر وضد الدولة المصرية والجيش والبلد يعني ضد الشعب فكت تحتاج تقوم بهذا الامر ادى سلم بانكي مون الدستور مترجم بالانجليزية والفرنسية واتكلم على الثورة قالوا دي ثورة شعبية حماها الجيش اتكلم ووضح المخطط اللي حاصل قال له الجيش المصري والقوات المصالحة المصري واللي عاملوا الشعب المصري ده يعني لما الشعب قام حما العالم اتكلم بشكل واضح انه البلد كانت راحة فين وبدأ يتكلموا على التهديدات مش تهديدات التحريض اللي تمه والاغتيالات اللي تمت بعد ثورة 36 تفجيرات واغتيالات السيداف مدنيين وعسكريين وشرطة وقضاء اتكلم على هذا الامر فقال له دول اللي كانوا بيحكموا هم ده تاريخكم تاريخهم قعد يتكلم في هذا في هزي التفاصيل بمنتهى القوة كلم ايضا بعد كده من الامم المتحدة راح كمان اجتماعات ده النسخة الدستور نسخة من الدستور اللي اهداها النقر محمد العنين فيه لبنك يمون الامين العام للامم المتحدة في ذلك الوقت كان هنا اجتماع المجلس الواطن للعلاقات العربية الامريكية نقف هنا المجلس ده ده بيعتبر مركز لاتخاذ القرار احنا لما كنا مع الستاذ ابو العنين في هزي الاجتماعات اللي كانت في واشنطن فيه اهم صناع القرار في الولايات المتحدة الامريكية بيحضروا المنتدى ده او المركز الاجتماعات اللي في هذا المجلس بيحضروها وزراء دفاع مخابرات خارجية مراكز ابحاث من صناع القرار كبار المسؤولين في الكونجرس وغيرهم بيحضروا هزي الاجتماعات قعد يوم تلات ايام او اربع ايام تقريبا ايضا في هزي الاجتماعات كان بيرد على كل كلمة وكله مغلطة ضد مصر تاني يعني كان يتقال كذا لا قال لهم الموضوع كذا حققته ايه طب قالوله سأجي قال لهم القوات المسلحة اللي بتعمله وتواجه الارهاب والارهاب اللي بيحصل في مصر والارهاب ده لو احنا مواجهنوش بينتقل العالم دور القوات المسلحة المصرية كانت اللي بتعمله نيابة عن العالم تواجه الارهاب نيابة عنكم وانتوا قاعدين في امريكا جيشنا بيواجه الارهاب عشان ما يروحش للدني احنا بنقوم بهذا الدور القوات المسلحة بتقوم بهذا الدور قعد اتكلم ورد على كل النقاط قال كلمة مهمة جدا وعمل تعقيب بعد كده وكان يعمل ندوات ايضا ندوات مع مجموعات من الناس الفاعلين وكنا بنبقى حاضرين يعني مش بقول لكم كلام لسه لا كنا حاضرين وبشوف ردود الفعل مع الناس اللي هم كانوا بيتابعوا وكانوا مهتمين قوي انهم يسمعوا ايه اللي بيحصل في مصر ايه اللي بيحصل عندكم النهاردة انتقل في الاجتماع ده تحديدا بدأ يتكلم على مصر وخريطة السمار والرئيس عفتاح السيسي بيعمل ايه ومصر الامنة والرائعة وانه اللي عندها رؤية لبناء مصر اللي هيتم وقال لهم هتبصوا على مصر بعد كم سنة هتشوفوا مصر وضعها ازاي يعني احنا نهاردة 18 شافوها بعد 3-4 سنين ايه اللي حصل في مصر من تطور كلمهم على وضع مصر الامن والاستقرار الوضع النهاردة بيديهم امثلة قال لهم النهاردة واحنا عاديين كان بيحصل كذا النهاردة الوضع عندنا الحمد لله امن من نسبة 100% عشان كده بدأ الاستثمار ييجي مصر بقت مصر النهاردة على خريطة الاستثمار العالمي بيقول هذا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم كان كمان بيعمل مش مجرد ان انا بصحح مفاهيم الصورة المغلوطة او الاكاذيب لا ده انا كمان بعمل يعني دعم كبير اللي بيحصل في مصر من ناحية سسمار لنزيل بيقولة حاكم هنا بيبقى رجال اعمال امريكيين عرب كبير رجال الاعمال على ماستوي العالم او المنطقة لانه هو المنطقة العربية والولايات المتحدة هم اللي بقوا حاضرين هو العلاقات العربية والامريكية فكان كبار رجال أعمال في المنطقة العربية دول العربية مملكة العربية السعودية الإمارات كويك يعني بيبقوا حاضرين بالإضافة لمصر والأستاذ محمد أبو العنين مع طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية بتكون اجتماعات كانت اجتماعات كلها مفيش إلا عنوان واحد هو مصر دعم الدولة المصرية دعم مؤسسات المصرية دعم الاستثمار في مصر الحديث على مصر عملت ايه في الكهرباء يعني كلمهم قال لهم كده قال لهم كنا في فترة مفترات الكهرباء عندنا يعني مصانع ما بتشتغلش عشان الكهرباء بتقطع وقال لهم أنا في هذا المجال هقدر أتكلمكم حتى عن نفسي ما كناش منعرف تشتغل النهاردة بقى عندنا بيديهم مسأل ايه على شغله عشان يبقوا عارفين هذا عارفينه عارفينه كويس يعني لكن بيديهم أنا النهاردة بيشتغل 24 ساعة عشان عندي طاقة عندي كهرباء ما بقاش عندي مشكلة في الكهرباء وده جزء من الاستثمار اللي هيجي قال لهم شبكة طرق النهاردة لما عشان أنقل بضاعة أو أجيب بضاعة من الموانئ أو إلى الموانئ النهاردة عندي شبكة طرق تضاهي اللي موجودة عندكم في أمريكا كان بيتكلم بهذه الطريقة بالضبط زي ما أنا بقول لحضراتكم وبالتالي قد دفعة كبيرة وعايز أقول لكم كان وهو بيتكلم سيد محمد بنانين في هذه الاجتماعات وكبار المسؤولين اللي زي ما بقول لحقه مراكز اتخاذ القرار بيبقوا حاضرين وعملنا لقاءات بالمناسبة مع عدد كبير منهم وزراء دفاع أمريكيين سابقين ناس من مخابرات سابقين الناس المعنيين يعني بيتبقى دايما في الإدارة الأمريكية ده جزء من صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المراكز بتكون على الأعلى مستوى من النوم بياخدوا يعني بيبقى فيه اهتمام بيها